اربعة ملاير درهم وارتفاع في النشاط بنسبة 0.7% تلك ابرز النتائج المحصل عليها من طرف شركة لوسيور كريستال برسم سنة 2015 اعلن عن هذه النتائج المدير العام لشركة لوسيور كريستال سامير الوضغيرية خلال ندوة صحفية عقدت امس الاثنين بالبيضاء اطلع من خلالها وسائل الاعلام الوطنية عن حصيلة الشركة لسنة 2015 والتي وصفها بالاجابية بالرغم من الصعوبات التي اتسمت بها الظرفية الاقتصادية للسنة التي ودعناها نمتلك نصفة بسيارة لاяниacity للسنة ونعن نصفة عقدت قبل اغربية المديرين من الصعوب الاستعمال امنا لدينا قبل اقبل اغربية امانية بالتشاقد نوضغير درهم اغربية مديرها بالتشاقد نظر على اغربية الاثنين والسنة وليون بشأن من فاكرت في الوطنية وليون من انتخاب نظر من مديرها بالتشاقد نظر يبدأ الآن أن يكون ماتوراً ويقوم بعمل في باتباش يجب أن يكون لدينا أيضاً تشعر بشكل جيد في الإنسان أرقام مهمة ومشجعة حققتها إدارة لوسيور كريستال خلال السنة الماضية ورقم قياسي جديد في حجم صادراتها نحو الخارج بلغ 566 مليون درهم فما هي تطلعات شركة لوسيور كريستال لسنة 2016 وما هو حجم الاستثمارات التي رصدت لهذه السنة حري بالذكر أن لوسيور كريستال الشركة الرائدة في مجال الزيوت الغذائية كانت قد حازت على جائزة أحسن إشهار بدبي ولندن عن إشهار الكف والذي صور بطريقة بوليسية وبأحدث التقنيات كما حصدت سنة 2015 كذلك على لقب أحسن شركة مشغلة بتشغيلها لأكثر من 100 موظف وعامل كما حصلت خلال السنة الماضية على لقب أحسن ابتكار بتصنيعها لصابون الكف أسائل أستمرنا الامر موسيقى اشتركوا في القناة